أكدت لجنة الكهرباء نيابية تراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في مناطق الحصمة بغداد والمحافظات الجنوبية خلال عطلة العيد بارتفاع درجات الحرارة أضاء في اللجنة أكدوا أن ارتفاع درجات الحرارة يمنع العوائل البغدادية من الخروج نهارا إلى الأماكن العامة والمتنزهات لهذا الكثير يجبر على البقاء في المنازل بسبب حرارة الجو وقبل ذلك هناك تراجع في تجهيز الكهرباء في مناطق بغداد المختلفة وأضاف أن هناك الكثير من الشكاوى تصل من مواطنين من مناطق مختلفة في بغداد تسجل تراجع تجهيز الكهرباء مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أو بالتزامن مع عطلة العيد ولهذا على وزارة الكهرباء تجهيز المناطق بالطاقة التي وعدت أنه سيكون أفضل في الصيف الماضي وليس العكس